هذه شيء ينضم لنا الآن حسن محمد حاج الكاتب الصحفي ومن الخرطوم عبدالوهاب الطيب الخبير في شؤون منطقة القرن الأفريقي مرحبا بكم ومساء الخير أستاذ حسن من الصومال أبدأ معك هذا النوع من الهجمات الذي تقوم به حركة الشباب ليس الأول من نوعه وأيضا تصريحات المسؤولين الصوماليين والرئيس الصومالي ليست الأولى من نوعها دائما يقولون بأننا تمكننا من السيطرة على الوضع عمليا وأننا قضينا على الحركة وأنها لن تشكل تهديدا أمنيا في المستقبل وتحصل الهجمات مرة أخرى أين مكمل الخلن؟ لماذا لا تستطيع سلطات الصومالية إحكام قبضاتها الأمنية على البلاد والسيطرة على حركة الشباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أعزي أنفسنا وابناء شعبنا واسرة الضحايا في هذا الحدث الألم بالعودة إلى سؤال حضرتكم فإن التركيبة التي تتلتع بها حركة الشباب الهلامية والمتغلغة داخل الشعب الصومالي والتركيبة المحاقدة للعشائرية الصومالية تجعل من الصعبة للحكومة الفيدرالية أن تستطيع أن تواجه هذا الخطر يعني اللجوم اليوم في هذه المرة كان أقرب الشيء للقصر الرئاسي على بعض بعض التانتر من القصر الرئاسي فلا أعتقد أن الحكومة سوف تستطيع في الأولى القريبة أن تتمكن من إيقاف مثل هذه الهجمات يعني مهما فعلوا فسوف يكون هناك تجاوزات أمنية سوف تكون هناك فراغات ما بين جهزة الأمن من شق آخر ربما ضيفنا من الخرطوم سيد عبد الوهاب إلى أي مدى تجدد آخر عملية لحركة الشباب كونها فرعا لتنظيم القاعدة في شرق أفريقيا تجدد المخاوف من توتر حقيقي في الإقليم واستعداد وقدرة هذه الحركة على تنفيذ استراتيجيتها في التمدد نحو القرن الإفريقي نترحم على أرواح ما يمكن أن نسميهم بشهداء هذا الانفجار الحصل في مغديشو وهو ليس الأول في عهد حكومة حسن الشيخ هذا هو التفجير أو الانفجار الثالث يعني الأول حصل في فندغ الحياة وبعد ذلك في منطقة ذوبة وده الانفجار الثالث في منطقة هي مؤمنة تماما يعني قرب القصر الرئاسي دي مناطق حركة الشباب ما كانت بتصلها ده بيؤكد أن حركة الشباب بعد محاربتها هي تريد أن تقول أنا موجودة يعني أنا ما زلت موجودة في الصومان وما زلت أؤسر نقدر نقول أن حركة الشباب في إطار العمل الإرهابي الموجود في شرق أفريغيا أو الشرقي أوسطي أو ممكن نقول على امتداد السحل والصحراء في أفريغيا الغربية وأفريغيا الوسطى يعني مناطق النيجر وبوكو حرام وداعش والقائدة هذه تنظيمات عندها روابط وعندها علاقات وعندها استخبارات مشتركة وعندها أجهزة أمن ومخابرات وعندها عمل مخطط دقيق وإلا ما كانت هذه الانفجارات أو هذه الهجمات الإرهابية بهذه الدقة وبهذا التنظيم وبهذا العدد من أو بهذه الكيفية المؤلمة من إلحاق الضرر البهد الدولة هذه تنظيمات تعتبر تنظيمات فاعلة أو فواعل قوية بتفعل فعل الدولة هي تنظيمات موازية للدولة وتفعل فعل الدولة ومرتبطة بتنظيمات أخرى يعني يمكن تنظيم حصن نصر الله يعني حزب الله ونعرف على أن إيران هي وراء هذه الأشياء وهذه مثل حركة الشباب وغيرها تتدرب مع هذه التنظيمات العالمية ولذلك هي منظومة وهي شبكة وبالتالي هذا نزيل خطر على أن هذه المنطقة منطقة المحيط الهند الموجودة فيها الصومال وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر والخليج والبحر الأحمر ومنطقة الساحل والصحر هذه الامتدادات وجود هذه المخاطر يعني متزامن الآن منطقة الساحل والصحراء منطقة الآن تشتغل بهذه العمليات الإرهابية طيب إذا أود هنا فقط أستاذ عبد الوهابة نعود إلى الداخل الصومالي وأسأل ضيفنا في صومال أستاذ حسن طبعا هذا التهديد الأمني يشكل عبءا كبيرا بالتأكيد على الحكومة الصومالية والحكومات المتوالية إلى أي مدى يعني يحول اهتمام الحكومات المتعاقبة من الملفات الرئيسية التي يجب أن تنتبه إليها من ملفات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وطبية ومختلف المجالات باتجاه المجال الأمني يعني بطريقة أخرى كيف يؤثر ذلك على مناح الحياة الأخرى في البلاد وأقصد التهديد الأمني فالحق هذا صحيح الملف الأمني يسيطر على تفكير وكل جهود الحكومة الفيدرالية ويؤثر بذلك على مجالات الأخرى التنمية التي يجب الاهتمام بها مثل الصحة والتعليم وغيرها وأعتقد أن فشل الحكومة حتى الآن وحكومات المتعاقبة وليست آخر حكومة في إحراز أي تقدم في هذا المجال وفي هذا الملف الأمني سوف يظل يعني عقاب حظر في سبيل الطورة الصومالية يعني لرغم أنها تقام هناك مؤتمرات تقام من أجل البحث عن الاستثمارات فأعتقد أنه سوف يتم إقلاق أي جهة بالاستثمار في بلد تسوده مثل هذه الأعمال الرهابية التي تشكل خطورة على حياة الأفراد على متركاتهم فأعتقد أن الحكومة الصومالية يعني يجب عليها أن تزيد من التركيز في الملف الأمني وأن يتم التعامل بحظم مع هذه الأمور وأن يتم تطوير الأجهزة الأمنية التي في حقيقة يعني ليست لها أي خبرة في هذا المجال يعني طيب سيد عبدالوهاب كان هناك في صلب الاستراتيجية الجديدة للرئيس الصومالي استهداف حشد دعم دولي وإقليمي لإطلاق حرب شاملة لإضعاف هذه الحركة وتشفيف منابع تمويلها أين هذه الرؤية وما الذي ينقصها حتى تتحقق على المستوى الإقليمي والدولي في تقديري وبحسب المتابعة والمراغبة للشأن الصومالي من الداخل دي تعتبر لأول مرة أنه رئيس صومالي بعد يعني أن الصومال تعافت وقدرت تعمل نظام ديمقراطي وتنجح في ثلاثة عمليات انتخابية على حسن شيخ الأولى والتانية وعلى عهد فارماتو لأول مرة تعلن الحرب ضد الإرهاب وضد حركة الشباب لأول مرة ويتم مواجهة حركة الشباب في معاقلة الموجودة فيها في مناطق هيرشبيل وقلمدوك وإغليم جنوب غرب الصومال هذه هي معاقلة حركة الشباب الاستراتيجية التي انتهجت الدولة أفتكر هي قايمة على بعدين البعد الداخلي والمجهود الداخلي والمجهود الخارجي المجهود الداخلي اللي بزل حسن شيخ قامت الاستراتيجية على أن الشعوب هذه الولايات الصومالين أنفسهم يقوموا بمحاربة حركة الشباب باعتباره تنظيمات شعبية أو التنظيم الشعبي لأن يعرفون هؤلاء الناس بأسمائهم بأشخاصهم بأشكالهم بأفعالهم بحركاتهم وكأنما الشعب يحارب هذه الحركة الدولة تكون لها مجهودات أيضا يتمد الناس ممكن عسكريا ولوجستيا وأنا أفتكر هذه خطوة متقدمة وفكرة متقدمة تحتاج لمزيد من الحزق ومزيد من الدعم والتفكير ومزيد من المجهود الإقليمي والدولي لدعم الحكومة الصومالية البعض الخارجي يتم في الدعمات التي تلقاها الحكومة الصومالية من بعض المتعاونين أو المشتركين مع الحكومة الصومالية حكومة حسن الشيخ في محاربة الإرهاب على عرصهم والمتحدة الأمريكية وأفتكر في تقدير تركيا لأن تركيا هي صاحبة الحزوة في تدريب الجيش الصومالي والشرطة الصومالية والأمر الصومالي والآن المراقب أو المراحز للأوضاع وضع الأتراك في تركيا يعني ما يقومون به من تأمين لأنفسهم ووجود سفارة تركية كبيرة ووجود سفارة أمريكية كبيرة كل هذه هي مؤشرات على أن هاتين الدولتين لهم قدرات وخبرات عسكرية وأمنية في مكافعة الحارة والإرهاب أمريكا هي الدولة المهيمة والدولة المخطط والراعي لمكافعة الإرهاب ولكن في تقدير تكمل الإشكالية في الإزدواجية المعايير في التعامل مع مستحركات الشباب أو الحركات الإرهابية لأن أمريكا لها مصالح في المنطقة نكتفي منك بهذا القدر من التحليل مشكورا من الخرطوم عبدالوهاب الطيب الخبير في شؤون منطقة القرن الأفريقي ومن مقديشو حسن محمد حاج الكاتب السحفي شكرا لكما شكرا لك